اشتركوا في القناة والذي يضاف إلى سجلات إنجازات مملكة البحرين الرياضية كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليلعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس وعضاء مجلس إدارة نادي النجمة وأفراد فريق كرة اليد بالنادي والجهازين الفني والإداري بمناسبة تتويج الفريق ببطولة الأندية الأسيوية الخامسة والعشرين لكرة اليد وأثناء السموه على الأداء المميز والروح التنفسية التي تحلى بها جميع أفراد الفريق والتي توجد بتحقيقهم هذا اللقب الأسيوي منوه سموه في هذا الصدد بجهود الجهازين الفني والإداري وعرب سموه عن تقديره لهذين الإنجازين الرياضيين المشرفين والذين يضافان إلى سجل إنجازات الرياضة البحرينية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه منوها بما قدمه اللاعبون من صورة مشرفة عكست المستوى المتطور الذي وصلت إليه الرياضة في مملكة البحرين وأشهد السموه بروح الإصرار والعزيمة والتي يتميز بها ابناء مملكة البحرين الذين أثبتوا قدرتهم على المنافسة والتفوق في مختلف الألعاب الرياضية واعتلاء منصات التتويج متمنيا سموه لجميع الأندية الوطنية كل التوفيق والمزيد من النجاح والتطور وموصلة تحقيق الإنجازات الرياضية ترجمة نانسي قنقر